لما أطلع لفاصل وهتكلم على نمرة اتعاملت من كم يوم وأنا وصفتها أن هي نمرة النهاردة اللي عمل النمرة طالع يعتذر طالع يعتذر عن النمرة اللي هو عملها أنا قلت لكم وقتها والله ما يستحقش أكتر من نص ديئة أو ديئة ولكن النمرة اللي بيعملها هو بيعمل عشان نطلع نتكلم عليه فمحدش بعد كده يتكلم عليه اعتبروه هوا مش شايفينه مهما قال محدش شايفه محدش حاسس بيه محدش يهتم باللي بيقوله أنه هو شغله كله مبني على النمرة وأنا قلت قبل كده النمرة هي إيه؟ أنك تروح فرح أو تحضر مناسبة بتلاقي فيه نمرة معمولة على المسرح هو بيعرف يعمل النمرة اللي بتتعمل على المسرح ولما يلاقي النمرة كبرت وخدت حجم كبير وممكن تعمله مشكلة يطلع ياعتذر أو يطلع يقولك الأكاونت اتهكر أو يطلع يقولك قصي أنا ده ما كنت مش عارف إيه النمرة المرة دي كانت صوت وصورة فلما أحسن الموضوع كبير فقالك أنا بعتذر اعتذارك أو عدم اعتذارك بالنسبانا أساسا ما يفرش في حاجة لأن أنت بالنسبانا هوى مش شايفينك اشتركوا في القناة